من المرتقب أن تقدم الجميع الملكية المغربية لكرة القدم على إعفاء الحسين عموتة من مهمة الإشراف على تدريب المنتخب الوطني لأقل من 23 عام وتعيين مدرب جديد يقود استعدادات المنتخب الأولمبي للاستحقاقات المقبلة من ضمنها الشان وكأس إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باي وكشف موقع 360 سبور أن الجامعة قررت إحداث تغيير على مستوى الإدارة تقنية للمنتخب الأولمبي خصوصا بعد الهزيمة الكبيرة التي مني بها المنتخب المغربي أمام السينيغال بأربع أهداف دون رد وتواضع في المباراة الثانية بثلاث أهداف لواحد وشدد المصدر ذاته أن عضوا جميعيا رابط اتصال بعبد الكريم الجيناني المساعد الأول للمدرب البرازيلي ماركوس باكيتا في أفق وضع اسمه ضمن المرشحين لخلافة عموتة في المدرب الأولمبي للمغرب وأوضح المصدر نفسه أن اختيار جيناني ليكون مرشحا لتولي تدريب المنتخب الأولمبي علما أن الأخير سبق وكان مساعد لعبدالطيف جريندو في المنتخب لأقل من 17 عام يذكر أن مجموعة من الأصوات تعالت في الفترة الأخيرة تستنكر ازدواجية المهام للحسين عموتة خاصة وأن الأخير مدربة لنادي الوداذ الرياضي الذي يستوجب منه تركيز كبير رفقتها من أجل تكرار إنجاز وليد الرياضي علما أن قانون الرياضة البدنية يمنع على الأطر المغربية توقيع على عقدين مختلفين في موسم واحد إلا أن الجامعة الملكية المغربية أعطت الضوء الأخضر للوداذ الرياضي للتعاقد مع المدرب الحسين عموتة بالرغم من أنه لا يزال تحت عقد للإشراف على منتخب المغرب المحلي ومن تم تم الإقدام على تغيير تخصصه للإشراف على المنتخب الأولمبي ترجمة نانسي قنقر